أهلا بحضراتكم من جديد الموضوع اللي يخص النادي الأهلي وهو متعلق ببعض الشائعات اللي بتخرج من بعض الزملاء سواء من خلال المواقع الالكترونية أو بعض البرامج سهل جداً إن ممكن حد يجتهد وبيحاول يوصل لمعلومة ولكن لما المعلومة تتقال على الهوى وتصدر مشكلة وأزمة أنا النهاردة حصيت إن الأزمة هتبدأ تجبر الفترة اللي جاية لأن ابتدى الكلام على صفقة لاعب أجنبي ممكن يلعب في النادي الأهلي الفترة اللي جاية وهو تحديداً يحيى عطوية الله لاعب نادي الوداد بعض البرامج هنا في مصر اتكلمت إن الأهلي دخل في مفاوضات جدة اللاعب أصلاً على زمة نادي الوداد الأهلي لم يعلن أساساً إنه دخل في مفاوضات ولم يتحدث أحد مع اللاعب لاعب كبير لاعب مهم كمان في المنتخب المغربي لعب محوري ولعب مميز جداً في نادي الوداد والمنتخب المغربي المفعال جات لزاي أنا والله عظيم المعلومة لما تقلت في مصر ما حدش خد باله ولا سمحها ولكن المعلومة سمعت عند الأشقاء في المغرب النهاردة يمكن اتنين من أبرز الزملاء الإعلاميين والصحفين في المغرب بيتصلوا وبيتأكدوا من المعلومة أحدهم كان موجود مع يحيى عطوية الله في مطش نهاية أفريقيا وسألوا أصلاً لما المعلومة دي تقلت من حوالي أسبوع المعلومة دي لما تقلت من أسبوع يعني ما سمعتش في مصر أو يمكن الأشقاء في المغرب اهتموا بها أكتر لأن اللاعب يلعب في منتخب المغرب زي حيى عطوية الله لعب محوري لعب مهم في نادي الوداد المغربي لسه مجدد عاد ومستمر مع الوداد خلال الموسم الحالي اللاعب لما تسأل رد قال أنا والله ما حد تكلمني وما حدش تواصل معايا وكلام أنا بسمعه من خلال بعض المواقع وبعض البرامج اللي موجودة في مصر لكن النهاردة لفت انتباهي أن أحد الزملاء في الإزاعة بينتقد النادي الأهلي بينتقد النادي الأهلي في التفاوض حول هذه الصفقة بحجة مثلا يعني أن الأهلي محتاج لعب أجنبي في الجانب الهجومي مش في الجانب الدفاعي فأنا اللي أنا بستغربه أن الناس ممكن تبني مواقف على أخبار الناس بتكتهد وبتقولها وبتبقى غالبا أخبار غير صحيحة وفي الآخر بيوجه اللوم للنادي الأهلي على حاجة النادي الأهلي أصلا مشترف فيها فده لما بيتقال الناس على السوشيال ميديا بتسمعه وبتقرأه وبتكتب تعليقاتها وبتنتقد وبالتالي ممكن يتبني رأي عام أو حالة على لاعب أو على صفقة البعض اكتهد وحاول يقول أخبار فيها وهي أساسا ممكن تكون غير صحيحة وبالتالي توجه سهم النقض لإدارة النادي الأهلي ولجنة القورة حول صفقة النادي الأهلي أصلا على المستوى الرسمي ما فيش أي كلام عليها خالص على المستوى الفني ما فيش أي كلام عليها خالص فمن بدري وإحنا النهاردة هو 19-11 ولسه انتقالات يناير باقي عليها شهر ونص أولا الأهلي عنده عدد مكتمل في اللاعبين الأجانب وعشان تجيب لعيب أجنبي لازم تطلع لعيب أجنبي من عندك وعشان تجيب لعيب بإمكانيات يحيي عطوة الله في يناير فلازم تطلع لعيب أجنبي من الخمسة الكبار اللي عندك قبل يناير هل ده هيحصل؟ لا هل ده متاح؟ لا نقطة تانية مهمة جدا الكابتن محمود الخاصي كانت تكلم عليها وهي فكرة المصاريف المالية المتعلقة بالعملة الصعبة في مسألة الصفقات والتعاقدات والكلام ده كله أنا لما أهتم في فترة اللي جاية وعايز أدفع بكوادر أو أدفع بلاعبين مهمين في صفوف الفريق أكيد أركز على الجانب الهجومي فالبعض بيجتهد في معلومات للأسف البعض بيتناقل هذا الخبر وللأسف البعض بيحاول يبني وجهة نظر على هذا الخبر وينتقد إدارة النادي في هذا الموضوع والآله أساسا ليس أترفه كل مقير يعني أنا زن بإنه ممكن يكونوا وكيل لعيبة عايز يسوأ لعب عنده فبيتصل بمعدة أو بيتصل بموزيع وبيدي له معلومة ممكن ما تكونش صحة أو غالبية تفاصيلها من صحة والزاميل اللي بيحاول ياخد تفاصيل المعلومة ويبني على وجهة نظر قبل ما يبني على وجهة نظر يتصل ويسأل فالمعلومة اللي زي دي ممكن تتقال مرة بس لما بتتردد بتكتر الكلام عليها والناس ممكن تبني وجهات نظر على المعلومة والمعلومة في الأساس ممكن ما تكونش صحة اسم أكتر من لاعب مش يحيه تحديدا كذا لاعب الفترة الأخيرة اتقال ممكن ينضم للأهل السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وبيحصلش ومحدش بيعتذر والجمهور لما بيقرأ وبيسمع بيوجه سهم النقد تجاه الإدارة أو تجاه المسؤولين في النادي رغم أن المسؤولين النادي ما لهمش علاقة أصلا بكل التفاصيل اللي تقالت فأتمنى ملف الصفقات والانتقالات لما الناس تتكلم فيه أولا قبل ما تبدي وجهة نظرك أو تقول معلومة شوف الأول الأجواء المحيطة بها زي المعلومة لعيب أجنبي هل متاح في الأهلي ولا لا زي لعيب هيطلع أعارة هل الأهلي اكتمل قيمة المعارين عنده ولا لسه عنده مكان واتنين ممكن يضلحهم أعارة التفاصيل القانونية اللي زي دي ممكن تبني عليها خبر بعد كده وصلت لللاعب وأكد لك اطلع أقول لكن اللاعب أنا أكد لكم على مسؤولية الشخصية لما تسأل لما تسأل في الجنوب إفريقيا مع كذا سميل من الإعلامين المغربة قال لهم والله ما فيه أي تفاوض وما فيه أي اتصالات خالص ده كلام بيتكتب على المواقع وأنا والله ما عندي فكرة عن كل التفاصيل دي فأتمنى نقفل الجزئية دي عشان الكلام الكتير في ظل أنه كمان في ناس بتتكلم على تجديد عود لعيبة وفي يناير وفي لعيبة عايزة تطمن على مستقبلها فالكلام ده ممكن يؤثر بالسلب على الأهل وهو داخل على دورة أبطال إفريقيا وداخل على كاس عالم أندية فأنا أتمنى نقفل الكلام ده لغاية لما نخلص المشوار اللي جاي وشهر يناير مفيش دوري مفيش منافسات منتخبنا في كودفور ساعتها يا سيدي كل واحد يطلع يقول اللي هو عايزه لأن ساعتها الأهل هيكون حسم ملفات كتيرة خلال الأيام اللي جاية